بعد مرور أربعة أيام من تبادل الخبرات والتجارب بين المهنيين والفاعلين في مجال الورد العطري اختتمت الضورة الثامنة والخمسين للملتقى الدولي للورد العطري بقلعة مكونا وعرفت هذه التظاهرة تنظيم ندوات علمية وموائد مستديرة لمناقشة مختلف المواضيع ذات الصلة بتنمية سلسلة الورد العطري لقاء علمي عن الاستثمار في الصناعة الفلاحية بالجهة فكانت فرصة ونقاش هادف الملتقى الدولي الذي نظم تحت شعار استراتيجية الجيل الأخضر سلسلة الورد العطري رافعة للتنمية المحلية استقطب خلال هذه السنة أزيد من خمسين ألف زائر وزائر من مختلف جهات المملكة لاكتشاف عن قرب الهوية والتراث الثقافي المرتبط بقلعة مكونا كما عرف هذا الملتقى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس توزيع جوائز أفضل وحدات تثمين الورد العطري وتنظيم فقرات فنية متنوعة أحيتها فرق غنائية وموسيقية محلية ووطنية بالإضافة إلى تنظيم كرنفال احتفالي متعدد الألوان جاب شوارع المدينة بمزيج من الإقاعات والغناء والرقص الفولكلوري في أجواء احتفالية تخللتها عدة لوحات شعبية اشتركوا في القناة